أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لسياسة لتغيير الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلية مشددا على أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن هذه الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا جاء هذا التصريح تعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقية الشحنات لمخاطر محدقة هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر واستنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة بتحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر وراح ضحيتها أكثر من خمسة وثلاثين ألف مواطن أغلبهم من النساء والأطفال كما طلب وزير الخارجية إسرائيل بالاطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها